اشتركوا في القناة توقفنا في هذا السطر نهاية العمل بنفس الخطوات نقطع الخط نغير اللون نجعل اللون الابيض نفضل دائما الخط نحقه بالبريقة خاصة الخطة الحرير هكذا نرجع للجهة اليسرى نقوم بتبعيش نقوم بتبعيش الغوزة الأولى نسحب الخيط نضيف الغوزة ثلاثة نضيف الغوزة نضيف الغوزة 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 تحسن نفس الشي أعطي تحسن أغضبت الصають الثلاسل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل أغضبتها في السطر هذا عندنا فك العمود فك هذا الاربع اميده هذا الاربع اميده هنا عمود الاربعات اميده يدعلك واحد اثنين ثلاثة ابعاء وبنتهم سلسلة واحده احنا العامل التاني سيكون هنا هنا افوا واحد اثنين ثلاثة غازتها شو هكذا انتبهوا هنا احباتيك وصلنا الهنا احن دي ومعين لان العمله سيكون هنا عندنا هنا هدي الجهة واحد اثنين ثلاثة ابعاء اميده فوقهم واحد اثنين ثلاثة ابعاء اميده وبين الاربعات الاميده عندنا فراغ نجي الجهة هدي لنحسبو هذا العمود واحد اثنين ثلاثة في هذا الفراغ عندنا معين لان هذا الفراغ سنجعله بعد قليل هكذا نواصل هكذا نواصل كنت ثلاثة سلاسل غازتها شو ثلاثة سلاسل غازتها شو ثلاثة سلاسل غازتها شو ثلاث سلاسل غوزة حشو ثلاث سلاسل نفس الشي غوزة حشو ثلاث سلاسل غوزة حشو دائماً ثلاث سلاسل غوزة حشو في الفراغات ثلاث سلاسل غوزة حشو ثلاث سلاسل يو إلى هنا غوزة حشو ثلاث سلاسل غوزة حشو ثلاث سلاسل غوزة حشو ثلاث سلاسل غوزة حشو وصلنا الاربع اعميدة اللي هنا انتبه احبتي العملتان راح يكون دائما في هادو الاربع اعميدة باش يجينا العمل هكذا عندنا هنا احن حسبو عندنا هنا نفس الشي ابات اعميدة ان شاء الله راح يواضحة عندنا واحد اتنين ثلاثة ابا فوقهم واحد اتنين ثلاثة ابا بينتهم فراغ احن نجي نحسبو احنا من هاد الجيهة قبيلة حسبنا هنا حسبنا منا من اليسار الى اليمين يعني حسبنا هكذا الفراغات حسبنا هم كنا واحد اتنين ثلاثة يعني حسبنا هم هكا من اليسار الى اليمين الان كنوصلوا الى هنا احن نحسبوهم من اليمين الى اليسار يعني اه خلفو واحد اتنين في تالت فراغ هذا في تالت فراغ فوق هدو كل الاربع اعميدة ده اتنين في تالت فراغ هكذا وحنا الوصنة با رائح الى المناصر الى الى المناصر الى المناصر الى المناصر الى المناصر الى هكذا احنا ما زلنا فارغ ونوصله له يعني. هكذا نواصل. ان شاء الله يكون فاهمين فقط نقطة سهلة يعني بالحساب فقط. نقطة سلاسل واحد اثنين ثلاثة فراغ الموالي غزة حشو وصلنا للمعين. واحد اثنين ثلاثة هذا هو المعين ثانا غزة حشو. نزع المعين. نسحب قليلا من الخيط هكذا. نأتي للمعين اللي دمناها قبيلة. هنا. هذا الفارغ. نسحب الخيط تعنا هذا. داخل هذا الفارغ هكذا. ونعملو. اه زيت حشو. هكم تلاحظوا نحيو الان معين. هذا هو. نواصل كنا ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة. نجي الفراغ الموالي ونعملو غزة حشو. ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة. فراغ غزة حشو. ثلاث سلاسل. الفراغ غزة حشو. ونفس الشي. نتبهو. كنا نحسبو من اليساء الى اليمين. يعني هكذا هدو هما أبا ثلاثل تانا. اه عفوا. اه عميدة. هذا واحد اثنين ثلاثة اضع. وهذا واحد اثنين ثلاثة اضع. واحد اثنين ثلاثة. في الفراغ الثالث. نعمل نحط المعين التاعي. ان شاء الله هذه النقطة راكم فهمتوها. عندنا هنا هذا العمود. فوق هذا العمود. واحد اثنين. في الفراغ. ثالث. غزة حشو. نفس الشي مباشرة هكذا. مباشرة الى هنا. هدو الرابع. الاميدة. واحد اثنين ثلاثة اضع. فوق كل العمود عندنا واحد اثنين ثلاثة اضع. وبنتهم فراغات. ان شاء الله راكم فهميني. كنا هنا نحسبه من اليمين الى اليسر. يعني واحد اثنين. وهذا ثلاثة. هنا نحط المعين. هكذا. اكم انتبهتو هنا. عندنا هنا فراغ. احيكون تحت الغرزة فراغ. ونخليه فراغ. هنا في هذا الفراغ المواليد تكون الغرزة. هكذا. ان شاء الله راهي مفهمة. اثناء العمل راح تفهموها جيدا. هنا نحسبه من اليسر الى اليمين. يعني هكذا. نبدو بالعمود الاول. فراغ واحد اثنين ثلاثة. في هذه الجهة نحن نحسبه من هنا الى هنا. يعني من اليمين الى اليسر نحسبه. واحد اثنين. في ثلاث فراغ. كنت لكم نخليه الفراغ هنا. بتاع الغرزة هذه هكذا. نفس الشي هنا. هنا راح يجي هذا التاج اللي هنا. هنا راح يكون احتاج هنا. يكون هذا الفراغ. الفراغ المواليد تكون هنا فيه الغرزة. هكذا. هذا التاج الفراغ. فراغ هنا تكون فيه الغرزة. طريقة سهلة واضحة جدا. انا حواصل. عفوا. كنا تلات سلاسل. غوزة حشو في الفراغ. ثلاث سلاسل. غوزة حشو. احواصل بتلت سلاسل غوزة حشو حتى اصل الى المعين الثاني. نسحب قليلا من الخيط. نأتي الى المعين هذا الاول. هنا الفراغ هذا اللي عيناه هنا هذا الفراغ نجيل هذا الثلاث سلاسل ونسحب الخط هكذا نعملو غرزة حشو نقوم تلاحظو تكون تنا غرزة ثانية العامل يكون هذا هو ان شاء الله لكم فهمتوا خطوات العمل الآن شبحوا شيئا لخدمه هناك يعود الخيط على ثلاثة تتخبر لي قليلا نصاوب العامل بطقيقة سمحوا لي هكذا نزعوا المعينة ستانا وبتدو نخدمو بهم هكذا احنا نتفعو ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة الفراغ الموالي هذا نعملو غرزة حشو ثلاث سلاسل غرزة حشو حتى نواصل نواصلو بنفس الخطوات احنا دائما كنخدمو نديبو المعين تانا كنا واحد اثنين في ثالث فراغ نحطو المعين هكذا نتابحتو نخلفو هادي كامل هكذا راح نأتي الى هنا نحن نحسب نحن نحسب هدنا واحد اثنين ثلاثة في ثالث فراغ نحطو المعين هدا هو العامل تانا الان هادي نداوه موتيف هنا هكذا نكون تلاحظو في العامل راح اواصل ثلاث سلاسل حتى اصل الى المعين هذا الثاني ثلاث سلاسل غرزة حشو حتى اصل الى المعين الثاني ونوجعوه مع بعض وصلت احبتي العامل كما تلاحظو نفس الخطوات وصلت للمعين لهذا الثاني نسحبو قليلا من الخيط نضيوه الى هنا ونسحبو الخيط تانا ونعملو غوزة حشو نزعو المعينات هذا هو العامل التانا انا راح اواصل بنفس هادو الخطوات ان شاء الله هتريقة العامل اه 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 واضحه وهم فهمه اي استفسار لاي سؤال خليولي في تعليقات احبتي انا احواصل بنفس الخطوات بين هكذا احيكون هكذا طريقة الالتساك هدي كذلك هكذا هدي كذلك هكذا حتى اصل الى هنا كنوصلوا الى هنا احواجع معكم وصلت العمل بنفس الخطوات كما فهمتكم وصلنا الى هذه الزريه اللي هنا هتبقى كما رحي فقط نضيفو الثلث سلاسل غوزة حشو في الفراغات كما هكم تشوفو في هذا السدل هتكون عندكم وحده هنا نفس وحده هتكون مقابلة فيها هنا كما هذي هنا مقابلة فيها وحده هنا هذي قاعد كما رح كنا نتفعب ثلاث سلاسل تنين وهذه الثلاثة الفراغ الموالي رح نعملو غوزة حشو واحد اثنين ثلاثة الفراغ الموالي رح اواصل حتى اصل الى هنا وصلت احبتي العمل كما رحكم تلاحظو عملت ثلاث سلاسل غوزة حشو في جميع الفراغات اللي جايين في هذه الزاوية كي وصلنا اللي هنا رح نبدال عملتنا في هذه الموتيفات اللي هنا المقابلة اللي رح تكون في الجهة هذه المقابلة كي ما فهمتكم باللي الحساب بتاعنا رح يكون في ثلاث فراغ في هذه الجهة رح يكون من هذا الجهة يعني من اليسار الى اليمين يعني هاده هما الاربع اعمدة تانا رح يكون الفراغ واحد اثنين في ثلاث فراغ هنا رح نحط المعين هكذا هاده اول معين تانا رح يكون في ثلاث فراغ لكن الحساب رح يكون من هذه الجهة يعني واحد اثنين ثلاثة اح نفوتوا هاده كامل رح يكون الحساب تانا في هاده الامدة اللي يكون هنا الحساب هنا رح يكون احبتي من هاده الجهة يعني من اليمين الى اليسار يعني نحن نحسبو واحد اثنين في ثالث فراغ هذا نحط المعين تاعي وعلا احواصل انا تلت سلاسل غرس هاشو تلت سلاسل غرس هاشو حتى اصل الى المعين تاني ونجي نعمل الموتيف تانا حي نكون الالتساك هكذا مقابل هاده الجهة رح اواصل انا العمل وصلت العمل تلت سلاسل اه غرسه تلت سلاسل غرسه هاشو تلت سلاسل غرسه هاشو انا طريقة الالتساك وصلنا للمعين تاني هنكون بالتساك هاده الجهة ما هاده الجهة هاكذا هنا في هاده تلت سلاسل هاكذا احنو وصل بنفس الخطوات نفس الطريقة اللي خدمنا هانا رح نواصل بها هانا حيكونو موتيفات مقابل بعض هاده هي احباتي احواصل انا العمل حتى النهاية ونرجع ونشوفو اصدرت انا وواجد ما بعض هاده هو العمل احباتي نفس الخطوات اللي خدمناها في هاده الجهة خدمناها في هاده الجهة ان شاء الله طريقة كانت واضحة معاكم هنا دوقفه هنوحن قطع الخيط التاعي اطفع تفسيسي لا ونقطعه الخيط اكيدا هنحرك الخيط التاعي وننظف العمل جيدا نزينه سيدرة عنا بكل وحده كيفاها تحب تزينه هذا هو العامل الثاني وهذا هو السيدة الثاني وهذا بزاف شباب خاصة لو كانت تخيلوا الوان جميلة اه تقدروا تاني تخدموه بالخيط على اثنين فقط انا فضلت نخدموه على ثلاثة باش يجي تقيل هكذا على القندرة هذا هو العامل الثاني احباتي نتمنى العاملة اعجابكم ما تنسولوش في اللايك للفيديو اشتراك الى مش مشتركة واي استفسار او اي سؤال خليولي في تعليقات ان شاء الله هنرد عليكم حاجة ما فهمتوهاش كذلك هنجاوكم نخليكم على خير احين تشوفوا العامل تانا اه جميل يعني هنزينو قليلا وحين تشوفوه في بداية الفيديو هذه احباتي دمتم في عيات الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبكاته في امان اخا باذن الله تعالى